السؤال في حياة الطفل أسئلة الأطفال غير المنتهية دليل على ذكائهم دليل على اجتهادهم ومحاولتهم لفهم المثيرات والظواهر البيئية والطبيعية والأسرية والبشرية من حولهم عندما يأتي الطفل يحمله سؤالا يوجهه إلى الأم أو إلى الأب أو إلى أي شخص كبير موجود من حوله لا يجب قمعه نهائيا بدكش تجاوب بلاش بس ما تقوله تزعجنيش بكتر أسئلتك وما تنهره نهائيا والأفضل أن نحاول إجابة الطفل بمستوى قدراته العقلية ومستوى عمره ومرحلته النمائية لأنه أول إش العلم هو السؤال هو أساس العلم هو أساس الفلسفة وأساس التقدم العلمي في حياتنا من يوم الخلق إلى يوم الدين إذا أنا بدي أقمع الطفل على السؤال معناته أنا عم بقمع تفكيره وعم بحبطه وعم بحوله لإنسان سلبي فقط يتلقى ما يلقنه الآخرين وليس من حقه أن يفكر ويسأل عما يدور حوله أثنين أنه السؤال اللي ما بيتجاوب في رأس الولد إس حتفكر أنه هو بينتهي في دماغه لا 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 بيضل يفكر ويسأل ويحط فرضيات في دماغه وبيحاول يدور على إجابة في مكان ما إذا بيقدر أنه يوصل لأي مصدر معلومات بيحاول أنه يوصله سواء كان طفل على فكرة أو مراهق إياكم دليل على ذلك سأروي لكم قصة إحدى الطفلة صغيرة جاءت لأمها بتحكي لي نفس الأم يعني بتقول لي أجت الطفلة قالت لأمها ماما ربنا كيف بدأ يطلعنا يوم القيامة على السماء زي ما قالت لهم لمعلمة في الروضة في الكندرغاردين الأمة تقتقت وما عرفت شو تجاوب البنت رجعت البنت بعد ساعة بتقول لأماما ربنا إيدي كبار بدأ يلقطنا واحد واحد يوم القيامة ويطلعنا من الأرض على السماء برضو اللهم سكتت وضحكت بس ما قمعت البنت برضو رجعت البنت بعد شوية قلت لأم ربنا في عنده سلالم يطلعنا على السماء ينزل لنا هيها بين الأرض والسماء قاعدة بتحط فرضيات قاعدة بتفكر قاعدة بدي تحل مشكلة بدي تحل إشي غامض موجود عندها في ذهنها هي بتعيش على الأرض وربنا موجود في السماء قاعدة لها المعلمة بعدين قالت لأم ما في وسيلة كيف بدأ ربنا ينقل كل هالبشر من الأرض للسماء يوم لإيامة مثل ما حكت لها المعلمة هي قاعدة بتفكر إنه ذكاء رجعت بعد شوي كمان مرة حطت فرضية تالتة هاي الطفلة قالت لها ماما ربنا فيه إلو عنده طيارات بده ينزلهم من السماء ويحملنا فيهم من السماء على الأرض ويحملنا فيهم يوم لإيامة ويطلعنا على السماء دليل قطعي على إنه السؤال لا ينتهي في ذهن الطفل حتى لو لم نجيبه علي من هون رجائي لكل الأمهات لكل الأباء لكل معلمين كمان لكل معلمين أيضا لما بيسألوا لولاد أسئلة حتى وإن كانت محرجة حتى وإن كانت محرجة فيه بالذات معلمين الدين معلمين الأحياء أيضا والعلوم فيه قضايا في التشريح بتتعلق بقلال جنسين جهاز البولي جهاز التناسلي مدري شو فيه قضايا الطهارة والوضوء والصلاة موجودة عندنا في التربية الإسلامية يعني أنا بتذكر إنه صرت كتير كبيرة يمكن كتير كتير كبيرة وأنا ما بعرف شو معنى كتير من المفاهيم من مبطلات الوضوء للأسف اللي موجودة في كتب التربية الإسلامية طب لا حياءة في الدين وكانوا البنات والولاد كمان كنت أسمع إنهم بيسألوا المعلمين بعدين صرت أعرف لما كبير إنه الولاد بيسأل المعلمين شو معنى مثلا الاحتلام شو معنى الجنابة على سبيل المثال للأسف إنه المعلمين كانوا بيحولوهم على الأمهات والآباء والأمهات والآباء كانوا بيخجلوا وما كانوا بيجاوبوا لولاد طب لمن يروح الولاد يروح للإنترنت يروح لصاحبه اللي إحنا ما بنعرف شو شو ما رجعيته إلى أين إذا أفروض إنه تكون عنا شروحات علمية محاطة بالحياء الديني وبالأخلاق الإسلامية نوصلها للولاد بالذات يمكن أنا بلوم مع معلمين الدين والأحياء والعلوم العامة والتشريح والقصص هاي لسه أكثر من الأمهات ومن الآباء في هذا المجال تالي رجاء إنه ما نخلي ولادنا يفلتوا منا بالذات في محاولة الحصول على الإجابة على أسئلتهم وخلي دائما الإجابات موجودة عنا نحاول إنه نوصل لهم إياها أولا بأول لما هم بيسألوا عنها وجرب وشوف إنه يسألك الولاد سؤال إذا جاوبته على أد سؤاله حتى وإن كانت إجابة قصيرة هو ما رح يرجع يسألك مرة تانية وإذا كان السؤال محرج صدقني ما رح يرجع يفتحه نهائيا لأنه خلاص هو اكتفى أخذ على أد عمره الجواب وعارف إنه هذا الموضوع مش للتداول وما بينحكع فيه ترجمة نانسي قنقر